السلام عليكم ورحمة الله أرسل الله عز وجل محمد صلى الله عليه وسلم هدى ورحمة للعالمين وكان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على الخلق غاية الحرص مجتهدا غاية الاجتهاد في هدايتهم وكان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يفرح بشيء كما يفرح بهداية إنسان إلى الحق وكان يغرق في الحزن إذا لم يهتدوا فأنزل الله تعالى ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم قد يسأل سائل ولماذا يحزن الرسول على قوم استحبوا الكفر على الإيمان والإجابة على ذلك ببساطة أن الرسول صلى الله عليه وسلم رحمة منزلة للعالمين قال لأن الله عز وجل اختصه وأراه ما هم مقبلون عليه من عذاب أليم والحزن المنهي عنه في الآية الكريمة هو الحزن الشديد المفرط أما الحزن الطبيعي على الكفار فهو عبادة وبكده نقدر نفهم معنى من الآية الكريمة ولا يدخل الحزن الشديد المفرط إلى قلبك أيها الرسول بسبب هؤلاء الكفار الذين يسارعون في الكفر ويتنقلون فيه من دركة إلى دركة أقبح ومن المقصود بقوله تعالى الذين يسارعون في الكفر قيل أنها نزلت في المنافقين الذين تخلفوا عن غزوة أحد وقيل أنها نزلت في بعض القبائل التي ارتدت عن الإسلام خوفا من قريش وقيل بل هي عامة لكل مشرك وكافر رفض الإسلام وتمسك بالكفر وتأمل معي أخي الكريم جيدا في قوله تعالى يسارعون في الكفر وليس يسارعون إلى الكفر وكأن الكفر قد أحاط بهم من كل جانب وأنهم فيه غاركون وأرجع وأكد لحضرتك إن الحزن المنهي عنه في الآية الكريمة هو الحزن المفرط على كفر من كفر قال ابن تيمية رحمه الله إن القلب إذا امتلأ بالحزن فإنه يكون بذلك معطلا لا ينتفع به في عمل دنيا ولا آخرة فالإسلام دين يدعو للتفاؤل والفرح ويدعو إلى التحكم في المشار الإنسانية وعدم الالتفات إلى الأحزان التي طويق الإنسان إنهم بذلك لن يضر الله شيئا إنما يضرون أنفسهم بحرمانهم حلاوة الإيمان وعظيم الثواب فالله عز وجل لا تضره معصية ولا تنفعه طاعة والله عز وجل ناصر دينه ومؤيد رسوله ومنفذ أمره من دونهم يريد الله ألا يجعل لهم ثوابا في الآخرة لأنهم انصرفوا بإرادتهم عن دعوة الحق وغرقوا في الكفر فقد هانوا على الله وسقطوا من عينه ولهم عذاب عظيم شديد لكفرهم وضلالهم وأخيرا أخي الكريم يجب علينا أن نحزن على كفر من كفر وعلى إلحاد من ألحد وعلى كل من ارتد عن الإسلام ونجعل ذلك الحزن دافعا لنا لأن ننطلق في مجال الدعوة إلى الله بالتي هي أحسن ويجب على كل فرد مسلم أن يبذل الوقت والطاقة في هداية الكفار قدر استطاعته وتذكر أننا كلنا راحلون فاترك بصمتك ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله أن لا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم